هل ترون هذه الطابل للعبة روبين دياز بالدفاع في دقيقة 80-82 تقريباً لما لاعب وست هام ينايتد رفعه هكذا فهو لا يوجد حداً روبين دياز لحاله وعمل بالكعب هكذا العقرب بأنه هكذا وشاله وممتازه وعاد طايره ووجد مرتدي لمنشستر سيتي هل ترون لو نفذت وفادت جول؟ والله لي شرطك شئفتين غوارديو الله حتى لو فايز السيزي 7-0 فأدير بلاك تعيد نصيحة مني إليك لكن ما هو إيرلينغ هلاندي يا جماعة؟ ممتع للعين البشرية متعة 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 بكل معنى الكلمة ودعوة لكل الشباب مو المقبلين للزواج المقبلين للشباب الصغار اللي عم يطلعوا هلأ بدون يشجعوا فريق استمتعوا لكم كم سنة بمانشستر سيتي بس ما تتأملوا كتيرها ما بضمن لكم ولا فريق يكون هكذا عامل طفرة انه يكمل لك 20-30 سنة لقدام بكل أحوال كيف كون احباب الروح شوية ملاحظات سريعة فقط مجرد ملاحظات لا هو تحليل ولا شيء عن مباراة مانشستر سيتي وويست هام يونيتد التي لا زالت لحد الآن شغالي على فكرة بآخر دقيقتين أمامي بهدفين من إيرلينغ هلاند وما أعرف إذا ستسجل الثالث أو لا طبعا مثل ما تعودنا عن حاول إتحاشة تكتيب قدر الإمكان فقط ببداية كل فيديو وأعطيكم نظرة شاملة كيف حاول يلعب الفريق كل فريق مع الجهة وبعدين منتقل الأفكار كيف فكر المدرب أو كيف حاول يراهن سواء بشوط الأول أو بشوط الثاني أو حتى على مستوى ردات الفعل على مستوى استهام يونيتد كان عم يلعب بشكل تقريبا هو بين خمسة عفوا بين أربعة خمسة واحد سواء هجوميا أو حتى رفاعيا بشوط الأول حتى وليستوعب تقريبا ديفيد مويس مانشستر سيتي قدر الإمكان لأنه أكيد هو فريق تقريبا من الأشرس على مستوى العالم فأنت بدك تحاول تستوعبه خاصا بالشوط الأول بعدين تحاول تعمل ردة فعل قدر الإمكان لكن طبعا ما ضبط تطموه لا بالشوط الأول ولا حتى لما عمل ردة فعل بالشوط الثاني كمان تلقى هدف يعني هنا تلقى هدف هو مدافع وتلقى هدف حتى وأتفكري هاجم بمرتدة وحدة ولمسة من هالند مباشرة يعني لكن بكل أمانة يعني نسبة لشراسة الستي وكمية الفرص اللي يصنعها لا يعني يحسب لوست هام يونايتد الصمود لمدة 45 دقيقة بالشوط الأول بهدف وحيد يعني لا كان موضوع الديفنس زوم اللي عم يعملو دفاع منطقة كان رهيب منظم بكل معنى الكلمة لكن بالنهاي لا يوجد تلوم أي فريق قدام الستي الستي عنده حلول كتير أسلحته كتير فما في نلوم لديفيد مويس نهائيا حتى بالشوط الثاني لما حاول مثل لما نزل سكاماكا لما نزل السعيد بالرحمة على سبيل المثال اي نعم يعني وست هام صار له شكل أكتر صار يهاجم أكتر لكن ما فيك تلوم أيضا أنه تلقى هدف بظهره مباشرة عن طريق لمسات كانت أكتر مرعا من جانب مانشستر سيتي وهون بدروح للستي وهي الملاحظات اللي حاب أحكيها لأنه حكينا أنه هذا ما رح يكون تحليل إنما ملاحظات رح يستفيد مانشستر سيتي من هالاند وربما جوليان الفاريز يعني اللي رح يكون شبيه باللعبين للقدامة أو بستايل مانشستر سيتي لكن رح يركز أكتر على إيرلينغ هالاند هذا الولد اللي حكيت أنا بمباراة ليفر بول أنه لا تعلقوا عليه أبدا لا أحد يأخذ نظر عنه ما فيني أحكم عنه نهائيا هذا الولد رح ينفجر ورح يسجل فوق العشرين هدف هذا الموسم أكيد الولد مبين من مباراة ليفر بول ضيع طابعا يضحك يعني ولك أنه سيرشي وهو خسر فريق خسران وضيع طابعا يضحك خلاص بيين ستايل وشخصية اللعب موسى أنهي هائيا اليوم شفنا تحركات أكتر ممتازة إجبار تحرك بالمنطقة تحرك بالمساحات ممتاز أجبر المدافع يتركه وأجبر الحارس يعمل خطأ عليه لسه ما صفر لحكم حط وشاطه وراح تفل لحاله الزلم يغرد بسرب لوحده وذهنيا ليس طبيعي هذا اللعب بكل أماني عمستو مانشستر سيتي الأربعة ثلاثة 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 شفنا طبعا يبدأ فودن مع إيرلانغ هالان وكذلك كان معنى اللعب جاك ريليتش بخط الهجوم فكرة بيبي غارديولا أنه مصر هو يحاول داخل إيرلانغ هالان بالأجواء بسرعة واضح غارديولا خلاص يعني معترف أنه أنا بدي مهاجم صريح بدي فيني شر ينهي الهجمات عندي فشفنا اللي فرق عن المباراة الماضية تذكروا شو قلت لكم شفت القول التمريرة طبعا ضربة الجزاء لما أعطاهها هالان بالمساحة هالان طلب الكرة بس تطليع على ورا وركض جوندوغان أعطاه الطابة هاي الطابة اللي ما كانت تصير مع الفيربول خاصة بالشوت الأول يعني بالشوت الثاني لحتى بلشوا يستوعبوا كيف يعملوا السيتي الآن اللي عملت بشكل أوضح و بشكل أصح صح صحيح يركز قدر أمكان غارديولا أنه لا كل الليالتكم بتكون تخدموا على لاعب واحد هالان موجود داخل نعم استحوذ دور كرة كل شيء وكل شيء طبيعي العاب طبيعي جريليتش فينا بتحسن أكتر بصير أسرع كان بالمباراة الماضية يأخذ الطابة يروع على خط الركنية ما بتعرف شو ب كيف يعملوا هناك بتحسن مضيع شيء هناك بروب يدور علينا عند الركنية ما بيعرف شو كان في المباراة الماضية لكن هذه المباراة مباشرة على منطقة الجزاء أكتر مباشرة بالكروسات أو حط العرضيات باتجاه هالان سواء هو أو فودن حتى دي بروين وقندوغان من خلفه كرات الأمان بالمساحات كانت ممتازة جدا بكل أمانة شفنا التركيز خاصة أول ربع ساعة كانت أغلبها كرات عالية هالان تحول أول مرة حوال الثانية الثالثة لكن ما زبطت معه لكن بالنهاية الرابعة ايجت معه لما عط طلب كرة بالمساحة كان دائما يطلب المساحة بالمباراة الماضية هالاند وما تجي الكرة من ناحية لعبين الوسط تحديدا اللي بهمون يعنا لأن الأطراف ما عم متأثر بالعرضيات لكن الوسط ما كان عم يعطيه كرات بالمساحة لما عم يطلبها هون كندوغان لا مع أول طلب هالاند أجبر الحارس فورا رقل الجزاء خالصي ولا كأنه في شيء ولا كأنه صار شيء أخذ رقل الجزاء مسك وراح حط عن نقطة ولسه عم يتخانق وهذينك ضرب الجزاء ولا لا هو حط وبدأ يسجن وباشرته صفر الحكم لسه ونعمل هكذا كان هو شيء يضعه بالجول واحتفاليه على السريع الزلمة فايت بالموضوع فاهمانين عليك تشوان بحكي فايت بالموضوع ما بيحب الأخذ والعطاء خلاص عطيني من الآخر أنا بدي حط جول والثاني والثالث والرابع ويفتح العداد معي قدر الأمكان ننتقل مباشرة للشوت الثاني بالشوت الثاني ديفيد مويس حاول يعمل ردة فعل قدر الأمكان شفنا تقريبا كان في أهم تبديله هنا سعيد بالرحمة أيضا سكاماكا المهاجم الجديد نعم أضافوا أضافوا لويست هام يون لأن السيتي سيسجل قدما كان يعني مع مروا الوقت سيسجل علي مانشستر سيتي سيحاول يعمل ردة فعل استحوذ مسك كرة صار يوصل أكثر لمناطق جزاء لمنطقة أو مشارف منطقة تقريبا مانشستر سيتي حاول يدخل كرة خاصة من ناحية سعيد بالرحمة بصراحة لمسته حلو كثير وأتمنى الخبر اللي أنا مقرأه دائما يكون صح أنا على فكرة إذا شفتوني صفنت فيه خبر انصدم فيه قدامي وحتى يعني خبرت شابي ينشره على فيسبوك إن شاء الله تعالى ينشره مباشرة أنه سع أتمنى يكون الخبر غير صحيح فعطى عمق كبير جدا لهجوم وست هام يونيتد لكن وهون الملاحظة المهمة الثانية لمنشستر سيتي لسه في تال تصبروا عليه الملاحظة الثانية أنه انقطعت الكرة رودري دي بروين هالاند بالجول ثلاث تمريرات افتكاك رودري دي بروين هالاند قول انتهت زمان ما كان في هذا الشي موجود عند مانشستر سيتي كان لازم تفتك يرتد عدد كبير جدا من اللاعبين لازم تكون عم تهاجم بعدد كبير جدا من اللاعبين ترتد بسرعة وآخر شي بصير تدوير والخصم بيرجع يعني لمنطقته انت بتصير تدور والدخله للستة يارضلا حتى تتحاول تقول هون لا هون صار عندك سلاحة جديد انت مباشرة عندك لاعب يضرب لك المساحة قدامه والمشكلة بفارق السرعة بينه وبين أي لاعب بالدورة الإنجليزية في فارق سرعة رهيب فأنت هون مين المدافع اللي ممكن يلاحقه يعني هو وكلما انطلق عم يكون السباق كلما انطلق عم يكون السباق لا لا عمل معضل لكل المدافعين بكل أمانة فشفنا رودري بيفتك بيسلم لدي بروين دي بروين لمسة واحدة مع هالاند خلاص سحبت وأسرع من المدافع بفارق شاسع كان يعني وقت وصل عند الحارس خلاص بالقول ومشي الزلم أموره متهية فهذا سلاح جديد مهم جدا لبيبي جوارديولا مع مانشستر سيتي انه انه انت بأقل عدد من اللمسات على الخصم عم تصير انت معت مضطرة تدور الكرة أربع سنين رايح جاي و يمينة السارية السارية هاد الامر انتهى خلاص ما عند فيه لكن بنفس الوقت لازم يعرف واتوقع انه بيعرف هذا الشيء لهيك نزل جوليان الفاريس حتى اليوم بالدقيقة 75 تقريبا انه انه انت ربما تجيك لحظة هالاند مو موجود مانه بيومه مو جاهز مصاب بتكتريحه بدنيا لازم تعرف كيف ترجع الخطتك القديمة لان انا بمشي مع التيار والله يا هالانده بس لا كمان هالاند مو مضمون لك طوال الموسم فلذلك نزل جوليان الفاريس بده يحاول يحافظ على الرسم انه انا تعود وممكن نلعب بدون هالاند نرجع على موضوع المهاجم الوهمي واللا مركزية وما الى ذلك فبشوف انا انه وجود ايرلند كالاند له فوائد كثيرة منها الدفاعية ومنها الهجومية الان وقت عم تهاجم ايضا ما عم ضطر خط الوسط كله يطلع للامام بشكل مبالغ فيه مثل ما كان عم يصير بالسابق ايضا الارتداد من الدفاع للهجوم عم يكون اسرع وبخطوات اقل اعطونا انتو اراكم بالتعليقات وهلعب اذا الواحد حاليا يشجع مانشستر سيتي لأجل هذا الولد المبدع بكل امانة اضعنا اراكم بالتعليقات لانه كانت هذه وجهة نظر فقط سريعة على اكثر والاقل وان شاء الله تعالى لما ينزل هذا الفيديو سيكون معكم انا بث على بيجوالايف لانه صار وقتنا تقريبا وصار لازم يبدأ اللايف مباشرة اضعنا اراكم ونراكم على خير ان شاء الله الف سلام